أول حاجة تعملها تعلق قلبك بالنبي وده تمن واجب عليك وانت مسؤول أنك انت تتحمله لأنها رحلة رحلة التعلم سماع وقراءة أول حاجة التعرف على واقعية النبي عليه الصلاة والسلام هتاخد منك مدة سماع وقراءة بالذات في الشمائل المحمدية الشمائل المحمدية ده كتاب للإمام الترمذي ومشروح كتير على السوشيال ميديا الساون كلاود واليوتيوب أيا كان بيتكلم عن صفات النبي الخلقية شكل النبي عليه الصلاة والخلقية لما تقرأ أو تسمع في الشمائل تفهم قد نبي كان واقعي قريب جدا من الناس متفاهم طبيعتهم بقول الكلام ده لأن فيه أجيال مننا حطين النبي في جانب أسطوري شخصية أسطورية صعب أن احنا نقلدها والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لو أنتم ملائكة بعض لكم ملك بس أنتم بشر فهبعض لكم حد منكم لما يتصرف تعرفوا تشوفوا وتقلدوا فالنبي كان واقعي لدرجة أن سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول على تفاهم النبي لضعفهم وقربوا من نفسيتهم كان يقول قد واسع الناس بسطه وخلقه حتى صار أبا لهم النبي كان أب للجميع بيسموها الأبوة الروحانية مش الأبوة النسبية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أما للتانية اسمها إيه؟ حسن نبوية والإحساس ده مسحوب على كل الأمة رجالة وستات لغاية يوم القيامة أبوك اللي ترجع له تترمي في حضنه وتفهم منه تتصرف إزاي سيدنا مالك بن الحويرث يقول كنا شباب صغيرين جايين من قبيلة وأعدنا مع النبي في المسجد عشرين يوم فلما رآنا شباب يعني قد اشتقنا إلى أهلينا كلنا متجوزين جديد فقال وكان رحيما رقيقا شوف يقولينه وكان رحيما رقيقا فقال رجعوا إلى أهليكم تعلموهم الصلاة وإذا حضر وقتها فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم هو متفاهم إن إحنا شباب ومرطتنا وحشانة خلاص أنت وعدتوا عشرين يوم ارجعوا فاهم وقريب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة ييجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنا متدايق أو إيه اللي حصل قالوا علي منافق ليه قالوا منافق مبارح كنا بنصلي العشاء مع حد من الصحابة وبعدين أنا جيت وأنا لو طول هو في الصلاة ملحقش روح وهو بيصلي بالبقرة فأنا في وسط الصلاة حضرتك امتطالع من الصلاة ومشيت ألحق أروح أنا مش شوية لأن أنا لازم أصحب أدري جدا علشان عندنا الجواميس بتاعتنا أعزكم الله والجمال بتاعتنا بناخدها قبل ما الشمس تطلع بعد الفجر عشان نلحق نوصل الأرض قبل ما الشمس تخبط في رؤوسنا فلما سبت الصلاة كده سأل عني الإمام اللي قرأ بالبقرة هو فين فلان ده مشي عشان عنده شغل الصبح ده منافق ده فلقى سبت الصلاة عشان الشغل فغضب النبي فما رأيته غضب في موعظة أشد من غضبه في هذه الموعظة وقال أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز صلي صلاة أصيرا شوف تفاهم النبي ووقعيته فليوجز شوف وقعية النبي عليه الصلاة والسلام وأربوا من احتياجات الناس وقدرتهم أيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الصغيرة والضعيفة وذلحاجة فليقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى حط الكريتيريا حط المعيار صور في جزء التلاتين قصيرة لما تتعرف بقى على كل جوانب حياة النبي هتحب وتتعلق به وتتمسح من بالك فكرة أنه بعيد عندنا صعب نقلده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قريبة تقربك من نفسك ومن راحة بالك ومن رب العالمين ده التمن الأول التعرف على واقعية سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر